قسم الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التعليم والتعليم العالي يقدم للصف السادس الوحدة الثانية النمزجة بالروبوت عنوان الدرس الروبوت والسلامة المرورية الجزء الرابع تعلمنا سابقا الخوارزمية هي خطوات مرتبة سلسليا يجب اتباعها لحل مشكلة ما مثال خوارزمية صنع العصير تتكون من عشر خطوات متسلسلة لصنع العصير البداية اغسل الفواكه اخلط العصير قطع جميع الفواكه ضع الفواكه في وعاء اسكب مزج العصير والسكر على الفواكه إذا كان المزاق جيدا اسهب إلى الخطوة تسعة أي غط الوعاء وضعه في السلاج لمدة ثلاثة إلى أربع ساعات قبل التقديم أما إذا كان المزاق غير جيد اسهب إلى الخطوة الثامنة أي أضف ما ينقص واسهب إلى الخطوة السبعة أي تزوغ العصير مرة أخرى إلى أن تصل إلى مرحلة التوقف هذه الخطوات خطوات متسلسلة لصنع العصير وهي تمثل خوارزمية صنع العصير أيضا تعلمنا سابقا المخطط الإنسيابي المخطط الإنسيابي هو مخطط رسومي يمثل مجموعة خطوات متسلسلة لحل المشكلة ما له عدة أشكال هذا الشكل للدلالة على بداية ونهاية العمليات هذا الشكل لإدخال وإخراج البيانات هذا الشكل لإتخاذ غرار أو التأكد من تحقق شرط معين هذا الشكل للقيام بالعمليات الحسابية أو الأوامر كما يستخدم هذا الشكل لإتصال الأشكال وإصهار اتجاهات تتبع الخطوات أهداف درس اليوم يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية هذا الدرس أن تنشئ خوارزمية برنامج اكتشاف العوائق ثم ترسم المخطط الإنسيابي لبرنامج اكتشاف العوائق ثم تبرمج الروبوت ليكتشف العوائق في نطاق مسافة محددة الهدف الأول إنشاء خوارزمية برنامج اكتشاف العوائق لننشئ الخوارزمية أولا لنقرأ نص المهمة المطلوبة وهي يتحرك الروبوت حتى يكتشف عائقا في مسافة أقل من 255 سنتيمتر عندما يكتشف الروبوت العائق يتراجع إلى الخلف بقوة 20 لمدة 4 ثواني ثم يقوم الروبوت بلفتين متعاكستين لمدة ثانية واحدة لكل لفة ثم يكرر الروبوت جميع الأوامر السابقة حتى يكتشف جميع العوائق ضمن المسافة المطلوبة ثم بعد ذلك نقوم بتحميل البرنامج على جهاز الروبوت وتجربته طلب منها استخدام لبن السويتش الهدف الأول إنشاء خوارزمية برنامج اكتشاف العوائق لقد قمنا بقراءة النص سابقا الآن لنحول هذا النص إلى خطوات متسلسلة لحل هذه المشكلة وتسمى هذه العملية عملية إنشاء الخوارزمية لننشأ الخوارزمية معا أولا نضع الخطوة الأولى وهي البداية أي خوارزمية لا بد أن تحتوي على الخطوة الأولى وهي البداية ثم بعد ذلك نتبع الوصفة المكتوب لإنشاء الخوارزمية يتحرك الروبوت حتى يكتشف عائق خطوة ثانية حرك الروبوت الخطوة الثالثة هل المسافة بين الروبوت والعائق أقل من 255 سنتيمتر أي هل اكتشف الروبوت عائق في مسافة أقل من 255 سنتيمتر إذا تحقق الشرط اسهب إلى الخطوة أربعة وإذا لم يتحقق اسهب إلى الخطوة ستة في حالة تحقق الشرط نسهب إلى الخطوة أربعة وهي حرك الروبوت إلى الخلف بقوة 20 لمدة أربعة ثواني عند اكتشاف عائق سيتراجع للخلف بقوة 20 لمدة أربعة ثواني ثم لف الروبوت لفتين متعاكستين لمدة ثانية واحدة لكل لفة الخطوة السادسة وهي هل انتهت جميع العوائق ضمن المسافة المطلوبة؟ أي أن الروبوت اكتشف جميع العوائق إذا لم يكتشف جميع العوائق سيكرر الخطوات من الخطوة رغم 2 إلى الخطوة رغم 6 أما إذا اكتشف جميع العوائق سيسهب إلى الخطوة 7 وهي النهاية ويكون الروبوت قد أكمل المهمة المطلوبة منه الهدف الثاني وهو رسم المخطط الانسيابي لخوارزمية اكتشاف العوائق بعد أن أنشأنا الخوارزمية لنرسم المخطط الانسيابي الخاص بها لبنة البداية ترسم في شكل بيضوي لبنة الأمر أو حركة الروبوت ترسم في شكل مستطيل لبنة الشرط ترسم في شكل معين إذا تحقق الشرط ننفذ الخطوة رغم 4 والخطوة رغم 5 ونرسمها في شكل مستطيل إذا لم يتحقق الشرط نذهب إلى الخطوة 6 وهي شرط أي ترسم في شكل معين ثم نختبر هذا الشرط إذا لم يتحقق الشرط نرجع ونكرر جميع الخطوات من الخطوة رغم 2 إلى الخطوة رغم 6 أما إذا تحقق الشرط أي أن الروبوت اكتشف جميع العوائق نذهب إلى النهاية ونرسمها في شكل بيضوي وبذلك نكون قد رسمنا المخطط الانسيابي الهدف الثالث أن يبرمج الروبوت ليكتشف العوائق في النطاق مسافة محددة بعد أن قمنا بإنشاء الخوارزمية ورسم المخطط الانسيابي لنقوم معا ببرمجة هذا المخطط الانسيابي أولا نفتح برنامج ليكوميندستورم EV3 ثم نضغط على Add Project لإنشاء مشروع جديد لنبرمج معا الخوارزمية لبنة البداية وهي تم إنشاءها تلقائيا من قبل البرنامج الخطوة الثانية وهي حرك الروبوت إلى الأمام إلى أن يكتشف عائق لإضافة أمر الحركة نسهب إلى التويب Action ثم نختار Move Steering بعد أن اخترنا Move Steering نضع القوة 20 ثم نضع الحالة On الخطوة الثالثة وهي استخدام لبنة سويتش لاكتشاف العوائق أي الشرط هل يوجد عائق على مسافة أقل من 255 سنتيمترا؟ لنضع لبنة سويتش نسهب إلى التويب Flow Control ثم نختار Switch لنضع الشرط نختار Ultrasonic Sensor حساس قياس المسافة Compare Distance in centimeters ثم نختار أقل من 255 سنتيمترا وبذلك نكون قد طبقنا الخطوة الثالثة وهي هل المسافة أقل من 255 سنتيمترا؟ إذا كانت الإجابة نعم يتم تنفيذ الخطوة الرابعة والخطوة الخامسة وهي حرك الروبوت إلى الخلف بقوة 20 لمدة 4 ثواني نذهب إلى التوبيب Action ونختار أمر الحركة Move steering قوة إلى الخلف أي قوة minus 20 لمدة 4 ثواني On 4 seconds ثم نختار 4 ثواني بعد ذلك نطبق الخطوة الخامسة وهي يلتف الروبوت إلى اليمين ثم يلتف إلى اليسار لمدة ثانية واحدة لكل لفة نذهب إلى أمر الحركة Move steering ثم نضع التفاف إلى اليمين لمدة ثانية واحدة ثم نضع التفاف إلى اليسار لمدة ثانية واحدة ثم بعد ذلك ننطلق إلى الخطوة رغم 6 وهي هل انتهت جميع العوائق؟ إذا كانت الإجابة لا يتم تكرار الخطوات من الخطوة الثانية إلى الخطوة الخامسة وذلك بإضافة لبنة التكرار Loop يتم إضافتها من التوبيب Flow Control ثم اختيار Loop تقوم لبنة التكرار Loop بتكرار كل ما بداخلها والآن سيتم اختبار الشرط هل تم اكتشاف جميع العوائق؟ إذا كانت الإجابة لا سيكرر الخطوات مرة أخرى من حركة إلى الأمام ثم يختبر الشرط مرة أخرى هل هناك عائق؟ إذا وقد عائق سيرجع إلى الخلف ويلتف إلى اليمين ثم إلى اليسار وهكذا إلى أن يكتشف جميع العوائق بعد أن يتم اكتشاف جميع العوائق نصل إلى الخطوة الأخيرة وهي النهاية شكرا شكرا تعلمنا في هذا الدرس أولاً إنشاء خوارزمية برنامج اكتشاف العوائق وهي تتكون من مجموعة من الخطوات المتسلسلة لحل مشكلة ما أيضاً تعلمنا في هذا الدرس رسم المخطط الانسيابي لخوارزمية اكتشاف العوائق شاهد المخطط الانسيابي الذي قمنا بإنشائه أيضاً تعلمنا في هذا الدرس برمجة الروبوت ليكتشف العوائق شاهد البرنامج وبذلك نكون قد أنشأنا الخوارزمية ورسمنا المخطط الانسيابي وقمنا ببرمجة الخوارزمية مع تمنياتنا لكم بالتوفيق قسم الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات